اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اخذوا عندهم 3000 متر واجهني في الاستيناف بأنه الآن اصبح شريك ديالي شدينا دك العقد شفعنا دازف المراحل ديالتقى دي من 2006 حتى 2009 وبالضبط 4-3-2009 دينا كان مارسو تنفيذ من بعد واحد العام تعتقلوا على عدم تسليم مشفوع دوزوط للحبس بقينا غادين ما بقاش دوزوط للحبس مشات من ديك القوة ديالهم تقريباً 50% نطليني جمعية واحد الفرع ديال سيد البرنوسي بشعارة ترى عندي الجمعية المغربية لحب ونسار فرع سيد البرنوسي كتنصر الناس محكومة عليهم دول مني لأخيري هذا ما ما تهمناش ومع القدا القدا ما فيها شي لجوش شروط بش عرف حتى المتلقي فيها الصفة والأجل ما عندما يدير فعل القدي ولا غيره بدي نفس نفيد الإفراغ طرد محتل بدون سند لأنه فقط الصفة جميع المراحل ديال التقني عنده شفعة ابتداء استنى في النقد سنة كان مرسول كان نخويم محتل بدون سند ما شمننا درنا دعوة ديال التعويض بحكم معلوب تسعين مليون ما عندنا شفاش نشدون هم ثلاثة ديالناس مات فيهم واحد بقوا غير زوج من اللي كنجل المحاضير كلها فيها عدم كفاء هو العموميا تعرفش هنا هي 16 عام فيها أكثر من 32 ما بقيش أنا عقلت على المحاضير كين العام اللي كتكون فيه خمسة ديال المرات ولستة ديال الخرجات غير هذوك الخرجات كتمل هذيك الأرض وما يجي منها أنا ما عرفتش الدستور المغربي كيقول على أن الأحكام الحائزة قوة الشيء المقضي به ملزمة للجميع بتنفيذها القوة العمومية دائماً إلا ما كانتش كثيرة حقيقة مؤمور تنفيذ غدي رجع كيدير محضر ديال المتناة عندي محضر ديال العصيان عندي محضر متناة عندي محضر ديال مأمور تنفيذ منعوه ترجع لني بلعامة وعد دخل به هذي شيء محكومي بل إفراغ رتي يبنيوه راني عندي شيء تنقول لك كل ما قلتو عندي ما يوفيد غدي نسلم لك أنا مصر على تنفيذ الأحكام لأن من اللي كان نمارس حقي في واحد الحق اللي تسلب مني 16 عام وش غدي نتخلي على ونرش وصلت 85 عام أنا معرفش هذي المسؤولين على تنفيذ كيفاش كيعدبو رجل وهو حق من حقوقه هذي شفعه ما شريتش كاريان شريت أرض ترمع لها الإنسان كان فيها ولا المهم أنا عندي حكم نهائي ما كينش عضر أو لا عندي محضر ديال الصعوبة ولو واحد لو كنت صعوبة كنت ندري التعوى دير رفع الصعوبة ما كنت حكين عادام كب علاش أنا بوحدي لي ما عنديش الكفاءة ديالقوة العمومية هذي السؤال كان نحطوه على المسؤولين وكنت طالب حقي ما عنديش كسر موسيقى موسيقى موسيقى